هذا التمرين مستخرج من باكالوريا 2019 يحتوي كيس على خمسة كريات حمراء منها أربع كريات تحمل الرقم واحد وكورية واحد تحمل الرقم اثنان ترجمته هذه وسبع كريات خضراء أربعة تحمل الرقم واحد وثلاثة تحمل الرقم اثنان نكتبها أفقيا ونكتبها عموديا الأعداد الأفقية هي الأحاد والأعداد العمودية هي العشرات ماذا أفعل بجدول مثل هذا؟ ما هي فائدة جدول مثل هذا؟ ما هي فوائد هذا الجدول؟ سأجيب على أربعة أسئلة من هذا الجدول ما هي عدد الحالات الممكنة لسحب كرتين دفعة واحدة؟ إذن هنا التمرين نسحب عشوائيا من الكيس كرتين في آن واحد ما هو عدد الحالات الممكنة؟ نحسب الواحد والاثنان والثلاثة أجد ستة وستون ما هو احتمال أن يكون حمراوين؟ نحسب هنا عشرة ونقول ستة وستون عشرة على ستة وستون هو احتمال أن يكون حمراوين ما هو احتمال أن يكون خضراوين؟ نحسب هنايا واحد وعشرون على ستة وستون واحد وعشرون على ستة وستون هو احتمال أن يكون السحب خضراوين السؤال الرابع ما هو احتمال أن يكون من نفس اللون؟ من نفس اللون يئما خضراوين يئما حمراوين ولهذا سنجمع الاحتمالين الموجودين سابقا إذن احتمال أن يكون من نفس اللون هو عشرة على ستة وستون زائد واحد وعشرون على ستة وستون وتساوي واحد وثلاثون على ستة وستون هذا هو الكلام اللي كنا نقوله إذن بقراءة الجدول فقط ستة وستون عدد الحالات الممكنة عشرة على ستة وستون احتمال أن يكون حمراوين؟ واحد وعشرون على ستة وستون احتمال أن يكون خضراوين ومجموع هذين الاحتمالين هو احتمال أن يكون خضراوين أو احتمال أن يكون حمراوين وهو نفسه احتمال أن يكون من نفس اللون وهو واحد وثلاثون على ستة وستون هذا ما أردت قوله في هذا الفيديو شكرا